الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا ونشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين أما بعد ففي لقاءٍ جديد للقاءاتنا في قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نقرأ أحاديث من هذا الصحيح في كتاب الغسل وقد أمر الله جل وعلا بالاغتسال عند أسبابٍ معينة من تلك الأسباب إذا كان هناك جنابه قال تعالى وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّهَّرُوا ومن ذلك حال الحيض والنفاس فإنه عند الطهارة منهما يجب الاغتسال لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا واختلف أهل العلم في الغسل عند الإسلام هل هو واجبٌ أولى على أقوال فقال مالك وأحمد بوجوب الغسل على من أسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم اغتسل وذهب الإمام أبو حنيفة إلى عدم وجوب الاغتسال على من أسلم وذهب الإمام الشافعي إلى أنه إن كان منه سبب يوجب الاغتسال قبل ذلك وجب عليه الاغتسال وإلا فلا ومن شاء الخلاف في هذه المسألة للخلاف في قاعدة أصولية ألا وهي قاعدة خبر الواحد فيما تعم به البلوى هل يقبل فقال الجمهور يقبل لأن الجماعة قد يكتفون بنقل الواحد ولذا رأوا أن الخبر الواحد في هذا الباب يثبت به الحكم وقال الحنفية بأن أخبار الآحات فيما تعم به البلوى غير مقبولة ولذا رأوا أن الحديث الوارد في ذلك من خبر الواحد قالوا لو كان حكما عاما لعممه النبي صلى الله عليه وسلم والأرجح قول الجمهور للأدلة المتكاثرة هدال على وجوب العمل بالأحاديث النبوية ويرواها الآحاد ولا يبعد أن يقتصر الجماعة على رواية الواحد ويكتفوا بها لعلنا نقرأ بعض الأحاديث التي وردت في هذا الباب الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله قوله هنا كان إذا اغتسل من الجنابة سميت الجنابة بهذا الاسم لأنها من الفعل جانب بمعنى ابتعد فكأنه ابتعد عن الطهارة وعن الحال المعتادة قوله فغسل يديه المراد بهذا اللفظ الكفين فإن الأصل عند إطلاق لفظ اليد أن يراد بها الكف على الصحيح قوله ثم يتوضأ يعني يغسل أعضاءه الأربعة التي أمر الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قوله ثم يدخل أصابعه في الماء يعني أنه يأتي بالأصابع والمراد بالأصابع هنا اليد قال فيخلل بها يعني أنه يدخل أصابعه بين فجوات شعره حتى يصل أصول الشعر قوله حتى إذا ظن يعني غلب على تقديره وظنه أنه قد أروى بشرته أي أوصل الماء إليها حتى أصبح الماء فائضا فيها ثم بعد ذلك يفيض أن يصب الماء على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض أن يغسل بقية جسده فيغسله على جلده كله ففي هذا الحديث مشروعية الغسل من الجنابة وقد دل على وجوبها قوله تعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وفي الحديث استحباب غسل اليدين قبل الاغتسال وفي الحديث استحباب تقديم الوضوء على الاغتسال كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن إدخال الإنسان يديه في الماء لا يؤثر عليهما وهذا بالنسبة لغير قائم من نوم الليل محل اتفاق وقال الحنابل بأن من أدخل يده في الإناء وكان قد استيقظ من نوم الليل لم يستعمل الماء إن كان الماء قليلا وفي الحديث استحباب تخليل شعر الرأس قبل غسله في الاغتسال وفي الحديث إيصال الماء إلى أصول الشعر وفي الحديث وجوب أو مشروعية إيفاضة الماء على جميع البدن بحيث يصل الماء إلى جميع أجزاء بدنه ويتفقد الإنسان مواطن بدنه الخفية من مثل الإبطين والصفن ونحوها من المواطن الخفية وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على أنه لا يجب في الاغتسال دلك الجسم فرأوا أن مجرد إفاضة الماء تكفي وذهب الإمام مالك إلى وجوب الدلك في الغسل والوضوء قال لا يسمى غسلا ولا يسمى غسلا إلا بدلكه وقول الجمهور أرجح لأنه الموافق لظاهر الأحاديث الواردة في الباب ومنها هذا الحديث وفي الحديث أنه عند إفاضة الماء على بدنه يفيضه عليه جميعا وفي الحديث استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل وصببت عليه وسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ يمينه على شماله فغسل مذاكيره غسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم مسح يده بالأرض ثم غسلها ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه فمضمضى واستنشقى وغسل وجهه ويديه وأفاض على رأسه فغسله ثلاثا ثم أفاض عليه الماء فصب على جسده ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة ثم أتي بمناديل فانطلق فلم ينفض بها وقال بيده هكذا ولم يردها قوله في هذا الحديث قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل الذي هو إفاضة الماء على جميع البدن وصببت عليه فهي زوجته قالت وسترته بثوب من أجل أن لا يرى وهذا فيه دلال على أنه كان في مكان بارز قالت وصب على يديه يعني من الماء فغسلهما مرتين ومن المعلومة أنه إذا استتر الإنسان بثوب ونحوه فيمكن للصاب أن يصب من خلف هذا الثوب الذي استتر به قال ثم أفرغ بيمينه على شمال يعني أخذ من الماء الذي في الإنى بواسطة يده اليمنى على يده اليسرى فغسل مذاكيره يعني ذكره وأنثيه غسل فرجه وما أصابه من الأذى سمت المنية ونحوه أذى ثم مسح يده بالأرض من أجل أن يكون ذلك مخلصا لها من ما قد يعلق بها فإنهم كانوا يستعملون التراب ونحوه بمثابة المطهر المزيل لما في اليدين ثم غسل يديه بالماء ثم توضع وضوءه للصلاة فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وترك غسل قدميه لأن المكان الذي هو فيه فيه طين وبالتالي لو غسلهما لا كان ذلك مبقيا للطين في قدميه ثم أفاض على رأسه الماء فغسل رأسه ثلاث مرات ثم أفاض الماء على بدنه فصب على جسده ثم نحى أي بعد واجتنب مكانه السابق فغسل رجليه هذا غسله أي هذه طريقته التي اعتادها في الاغتسال من الجنابه ثم قدمت له مناديل سواء كانت من ورق أو كانت من قماش فانطلق فلم ينفض بها يعني لم يتمسح بها وقال بيده هكذا يعني أنه نفضهما ليزول ما فيهما من الماء ولم يردها يعني لم يرد المناديل وفي هذا الحديث من الفوائد خدمة الزوجة لزوجها كما فعلت ميمونة رضي الله عنها في خدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن الاغتسال يكون بالماء واستدل جماعة بهذا الحديث على أنه لا يصح الاغتسال بغير الماء كما هو مذهب جماهير أهل العلم غير الحنفية وفي الحديث الاستتار عند الاغتسال خصوصا إذا كان عند الناس وفيه الاستتار بثوب ونحوه وفي الحديث تقديم غسل اليدين قبل الاغتسال وفي الحديث الاخذ باليد اليمنى من الإنى على اليد اليسرى وفي الحديث تقديم غسل الذكر والانثيين قبل الاغتسال وتنظيف ما يكون فيهما من بقية الأذى وفي الحديث أيضا استعمال التراب للطهارة والنظافة وكانوا وإن وجد ما يماثله كالمطهرات من الصابون والأشنان ونحوها فإنها تقوم مقام التراب فإنه إنما أراد أن يكون ذلك أنقى له وفي الحديث أيضا أنه يتوضأ وضوءه للصلاة في الاغتسال قبل أن يفيض الماء على بدنه وهذا الوضوء من المستحبات وإذا توضى الإنسان قبل اغتساله كفاه ذلك الوضوء ولكن هل يكتفى بالاغتسال عن الوضوء نقول يشترط لذلك شرطان الشرط الأول أن ينوي باغتساله رفع الحدثين والشرط الثاني أن يكون اغتساله عن جنابه فأما إذا كان اغتساله عن التطهر وللتبرد فإنه لا يجزئه عن الوضوء وهكذا إذا اغتسل ولم ينوي إلا رفع الحدث الأكبر فإنه لا يرتفع الحدث الأصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بأنيات وفي الحديث غسل الرأس في الاغتسال ثلاث مرات بإفاضة الماء عليه وفي الحديث لم يذكر لم تذكر أنه أدخل أصابعه في أصول شعره مما يدل على أن يدخل الأصابع في أصول الشعر من المستحبات وليس من الواجبات وفي الحديث أن التفريق اليسير في الوضوء لا يضر فيه وإنما تشترط وإنما شرط الموالات لا يخل لها إلا التفريق الكثير وفي الحديث أيضا من الفوائد المضمضة هو الاستنشاق في الاغتسال وقد ذهب علماء الحنابل إلى وجوبهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر ولح محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما وقال طائفة بوجوب الاستنشاق دون المضمضة وهذه المسألة مرجعها إلى أصل ألا وهو أن الفم والأنف هل هما من ظاهر البدن وبالتالي يجب غسلهما في الاغتسال أم هما من باطن البدن ولأظهر أنهما من ظاهر البدن ولذا لو وضع الصائم في فمه شيئا ولم يبتلعه لم يعد بذلك مفطرا وفي الحديث أيضا دليل لمذهب الجمهور بعدم وجوب الدلك في الاغتسال خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى وفي الحديث أن إفاضة الماء في الاغتسال على البدن مرة واحدة تجزئ وتكفي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإن كان الأولى إفاضته ثلاثا وفي الحديث عدم في الحديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم لاستعمال المناديل وقد أخذ من هذا جماعة أنه لا يستحب استعمال المناديل ورأى آخرون أن استعمال المناديل من المباحات وذلك لأنه من الأعمال العادية وليس من الأعمال العبادية فاستعمال النبي صلى الله عليه وسلم له أو تركه لا يأخذ منه سنة وإنما يقال بأن هذا دليل على الإباحة والجواز وفي الحديث وفي الحديث نفض اليدين المبتلتين من وضوء أو اغتسال عند الفراغ من ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعن وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من هذا الركن من قدح يقال له الفرق تختلف أيدينا فيه نغرف منه جميعا كلا قول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يعني الماء الذي وضع فيه ماء الاغتسال إناء واحد وكل منهما يأخذ من ذلك الإناء قد يكون أخذهما للماء بواسطة أيديهما وقد يكون بواسطة إناء صغير قوله من هذا الركن أي في هذه الجهة من قدح يعني من نوع من أنواع الآنية يقال له الفرق فهذا نوع من أنواع الآنية يأخذ عددا من الآصعي قولها تختلف أيدينا فيه يعني في ذلك الماء مرة هي ومرة الرسول الله صلى الله عليه وسلم نغرف منه جميعا أي كلانا يغرف من ذلك الإناء ويأخذ منه ماء ليغتسل به قولها كلانا جنوب ففي ففي هذا الحديث اغتسال الرجل مع زوجته في وقت واحد وفيه أن هذا الاغتسال لا يؤثر على الماء وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على جواز استعمال الماء لجواز استعمال الرجل لما إن خلت به المرأة لطهارة كاملة والحناب لا يرون منع الرجل من استعمال الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة لورود حديث في الباب وفي الحديث جواز إدخال الجنوب يده في الإناء الذي يغتسل منه وأن ذلك لا يؤثر على طهارة الماء وفي الحديث أيضا من الفوائد استعمال الأواني ووضع أوان للمياه وفي الحديث أيضا اختلاف الأيد على الإناء الواحد وأن ذلك لا يؤثر وفي الحديث أيضا مباشرة الرجل لمرأته وهي جنوب وفي الحديث أيضا ذكر الراوي أو الإنسان لبعض أحواله الخاصة إذا كان هناك فائدة الشرعية فإن عائشة ذكرت حالا من حالها مع النبي صلى الله عليه وسلم لترتب عدد من الأحكام على ذلك وفي الحديث فضل عائشة رضي الله عنها وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب نعم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو من علماء التابعين قال دخلت أنا وأخو عائشة عائشة بنت أبي بكر الصديقة وعلى عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة كانت محتجبة فدعت بإناء نحو من صاع يعني حجمه تقريبا يأخذ صاع من المياه والصاع أربعة أمدات والمد ملؤ يدين معتدلتين فاغتسلت من وراء من وراء حجاب وفاضت على رأسها فهم شاهدوا مقد كأنهم يسألون عن مقدار الماء الذي يستعمل في الاغتسال وفي وفي هذا الحديث دخول الرجل الأجنبي على المرأة إذا كان معه أحد من محارمها وكانت محتجبة وفي هذا الحديث سؤال المرأة عن أحوالها الخاصة إذا ترتب على ذلك أحكام شرعية وفي الحديث استحباب الاقتصاد في استعمال المياه ومن ذلك استعمالها في الاغتسال وفي هذا الحديث إفاضة الماء على الرأس عند الاغتسال بارك الله فيكم وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين نسأله سبحانه صلاحا للأحوال واستقامة لها وطهارة للقلوب ورفعة للدرجة وعلوا في المنزل عند الله جل وعلا كما نسأله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم ونجعلكم مباركين موفقين في كل أموركم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين موسيقى